موسيقى السلام عليكم أحبة المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا حوار التجديد في هذه الحلقة سنتحدث إن شاء الله عن معوقات وعن تحديات التجديد هناك جملة من المعوقات والحواجز والموانع والتحديات التي تقف أمام التجديد وفي هذه الحلقة سوف نشير إلى بعضها كي نسلط على هذه المعوقات كي نحاول أن نتجاوزها وسأركز على المعوقات المنهجية الكبرى وليس المعوقات التفصيلية كما اعتدنا في حلقات هذا البرنامج من هذه المعوقات عدم التفريق بين النص وبين المنتج الفقهي الذي بني عليه فنحن لدينا الوحي المعصوم المقدس ولدينا المنتوج الفقهي والفكري الذي بني على هذا النص فلابد أن نفرق بين الأمرين ونحن نقوم بعملية التجديد فنعطي القداسة لقول فقيه أو رأي مرجوح أو لرأي فقهي ثبت بالأدلة الصحيحة أنه رأي ضعيف أو رأي مرجوح من المعوقات الأخرى الأدلجة يعني الأدلجة عندما تكون عند من يريد أن يقوم بعملية التجديد ستقف مانعا وحاجزا أمامه لأن هذه الأدلجة وهذه القناعات الحادة ستمنعه من ذلك من موانع التجديد الإخلاص غير الواعي يعني هو إخلاص لكنه غير واعي يظن كثير من من هو في الساحة العلمية أنه من شدة غيرته وحرصه وإخلاصه لدين الله تبارك وتعالى أنه يقف حاجزا أمام كل محاولة تجديدية وكل محاولة إصلاحية في الفكر أو العمل ظنا أنه يحسن صنعه وهذا أسميه الإخلاص غير الواعي من موانع التجديد الأخرى غياب أدوات الكفاءة العلمية للتجديد ودخول المتطفلين فعندما يدخل المتطفلون على مساحة وعلى مجال هو من أعلى مجالات العلم وهو مجال الإجتهاد ومجال التجديد وهم يعني يفتقدون إلى هذه الأدوات فلا شك يعني أن هذا يعني معوق كبير من معوقات التجديد من المعوقات الأخرى التي تقف أمام بناء وصناعة علماء ومفكرين وطلبة علم مجددين حتى ولو في المستقبل هو مناهج التعليم التي بين أيدينا التركيز على التلقين والحفظ وليس يعني الدراسة التفاعلية من المعوقات الأخرى يعني وجود أجواء مشحونة وأجواء متوترة ضد يعني كل محاولة تجديدية وجعلها في خانة يعني إما التغريب وجعلها في خانة الإنبطاحية أو الاستسلام أو التمييع فهنا يحدث جو عام لا يسمح لمن يريد أن يدلي برأي جديد فتصبح حالة من الإفطهاد المقصودة أو غير المقصودة التجديد يحتاج إلى يعني حتى لو كان خاطئا يعني الاجتهاد والتجديد حتى لو كان خاطئا يحتاج إلى جو من الانفتاح والحرية من المعوقات الأخرى التي تقف أمام التجديد الاقتصار على التجديد الفقهي فتنصرف أذهان الكثيرين أننا عندما نتحدث عن التجديد في هذه الحلقات ينصرف الذهن إلى التجديد الفقهي والحقيقة أن البقاء على التجديد الفقهي هو بحد ذاته مشكلة من المشاكل التي نعاني من التجديد لا يكون في الفقه فقط في الإصلاح وفي الفكر العام وفي مشكلات المجتمع التي هي خارج نطاق الحلال والحرام من الموانع الأخرى التي نجدها أمام التجديد هو التجديد المنحرف يعني بمعنى أن وجود التجديد المنحرف في الساحة العلمية والفكرية ربما يعني يجعل الكثيرين يحجمون عن هذه المحاولات أو يجعل الآخرين يعني يتصدون ويترقبون ويكونون بالمرصاد لأي محاولة تجديدية من كثرة ما رأوا من هذا الحراف التجديدي من المعوقات الأخرى لقضية التجديد هي شروط الاجتهاد التعجيزية والتاريخية التي تنتج حالة التهيب لمزاولة هذا الاجتهاد وهذا التجديد فحقيقة نحن عندما ندخل بموضوعية إلى شروط الاجتهاد التي وضع الأصليون في كتبهم نجدها أنها يعني ليست مستحيلة نعم قد تكون فيها شيء من الجدية والصعوبة ولابد من التأهيل المطلوب لكن هي في النهاية ليست مستحيلة لكن العمليا أحيانا عندما تسود أجواء أن الاجتهاد هو شيء مستحيل ويقال لك هل أنت تريد أن تكون مثل أبي حنيفة أو مثل مالك أو الشافعي أو أحمد أو غيرهم يعني بهذا المنطق فيحدث التهيب ويحدث فشروط الاجتهاد وضعت أحبة المشاهدين لأجل ضبط عملية الاجتهاد حتى لا يدخل المتطفل وغير المتأهل ولم تجعل من أجل التعجيز ولا من أجل إثبات استحالة الممارسة الاجتهادية من معوقات التجديد هو القناعة بأنه ليس في الإمكان أبدع مما كان بمعنى عدم وجود إدراك كثير المشكلات التي يعاني منها المجتمع وتعاني منها الأمة على المستوى الفكري أو على المستوى العملي فيقول لك يعني الدنيا جميلة ولا يتوجد مشكلات والمشكلات المعروضة هي يعني مشكلات ما عندنا يكفي وهذه واحدة من يعني من أكبر معوقات وموانع التجديد من المعوقات الأخرى نزعة التقليد التي تكون موجودة وتستصحب بقيم أخلاقية مثل يعني مثل الاحترام فيكون يعني اقتران قضية التقليد مع الاحترام وقضية الخروج عن التقليد مع سوء الأدب ومع الجرأة غير المذمومة وحقيقة ليس هناك ترابط يعني الاجتهاد والتجديد إنما يكون بضوابط وإنما يكون بتأهيل صحيح والتقليد هو ما كان غير ذلك يعني المقلد هو من يعني يقلد المجتهد يتبع المجتهد فالموضوع لا علاقة له بسوء الأدب وقيم الاحترام وما إلى هناك من المعوقات الأخرى لقضية التجديد يعني سواء على مستوى الأفكار أو على المستوى العملي والسلوكي اقتران فكرة التجديد مع الثورة والحقيقة ليس بالضرورة يعني أن التجديد يكون ثورة وكثير من من يعبرون نحن نحتاج إلى ثورة فكرية أو ثورة إصلاحية على المستوى العملي هذا حقيقة يعني من باب الدفع ومن باب التوجيه لأهمية التجديد وإلا التجديد من الممكن نعم سيلقى اعتراضات لكن ليس دائما مقترنا بعملية الثورة الفكرية والثورة في الأفكار ومقترنا عمليا بالثورة في الجانب العملي بل الثورة هي استثناء يعني ليس هي الأصل يعني في عملية التجديد فواحدة من المعوقات هو التلازم الدائم بين قضية التجديد وقضية يعني الثورة واحدة من الإشكالات الأخرى والمعوقات للتجديد هو قضية التجديد الجزئي فنحن نجد الآن في الساحة العلمية وفي الكتابات وفي الدراسات الجامعية وغير الجامعية هناك محاولات تجديدية رائعة من كتاب وباحثين كثر لكن كثير منها بل معظمها ما زالت يعني تجدد في باب من أبواب التجديد وفي أجزاء من هذا التجديد في حين نجد أننا بحاجة إلى تجديد يعني الأسس والمناهج في كثير من المناحي من المعوقات الأخرى للتجديد قضية يعني عدم التفريق ما بين يعني وهذا متعلق بقيمة الاحترام التي ذكرناها قبل قليل عدم التفريق ما بين النقد للرأي وما بين النقد للدين يعني هناك يعني علماء أجلاء وباحثين مشهود لهم ينظر أو هم أو بعضهم ينظر أن النقد له هو نقد للدين أو أتباعهم ينظرون أن النقد لآرائهم هو نقد للدين نفسه وحقيقة هذا أمر عجيب وغريب العصمة لا تثبت حتى للصحابة الكرام فكيف تثبت لواحد من أحد الناس ولو كان عالما يعني في من بعدهم فحقيقة لا تلازم لا تلازم بين أن يكون العالم عالما ومجتهدا ومجددا وبين أن يكون وأن يخطأ يعني في هذا الأمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن للمخطأ يعني أجرا واحدا وأن للمصيب أجرين فبالتالي لا تلازم يعني بين نقد الرأي وبين يعني نقد قائله من المعوقات التجديد الكثيرة هو عدم القناعة والتبني لمخرجات التجديد فنحن نجد أن هناك أفكار تجديدية كثيرة قامة يعني خصوصا في عصرنا قامت بها مجددون ومجتهدون ومفكرون وعلماء كثر لكن للأسف لا نجد يعني لا نجد القناعة والتبني لهذه الأفكار التجديدية في الفكر أو في العمل من المعوقات الأخرى قضية نظرية المؤامرة يعني وربطها في مجال التجديد وهذه حقيقة اشتدت في العقدين الأخيرين خصوصا بعد أحداث سبتمبر عندما أصبحت هناك توصيات دولية بضرورة تجديد الخطاب الديني وجاءت هذه القضية مدعومة من أطراف حكومية وبدأ ينظر لهذه القضية بنظرة تآمرية في كل تفاصيلها في كلياتها وفي التفاصيلها في أصولها وفروعها فبدأ ينظر إليها بهذا الإشكال الكبير واحدة من أيضا من أكبر المعوقات المتعلقة بهذا الموضوع يعني المناهج التغريبية والحداثية المطروحة في الساحة الإسلامية والتي هي لم تنتج من بيئتها وإنما هي مناهج مستوردة يراد لها أن تحدث عملية التجديد عملية التجديد الديني ضمن البيئة الإسلامية فهي جاءت من الخارج بالبراشوت لكي يعني تنزل إلى بيئاتنا فنبتت في بيئة وفي تربة غير تربتها الحقيقية من المعوقات الأخرى قضية التعصب المذهبي وهذا مشكلة حقيقة سواء التعصب للمدارس العقدية أو التعصب للمدارس الفقهية أو التعصب للمدارس الإصلاحية إلى آخره فالتعصب حقيقة المذهبي واحدة من أكبر المشكلات يعني التي نعاني منها كما نعاني في الطرف الآخر من التعصب ضد المذاهب ومحاولة إسقاط المذاهب والمدارس المذهبية وما أنتجته يعني من أصول وفروع ومن منتج رائع على مدى تاريخنا الإسلامي حقيقة أختم كلامي بمعوق أخير هو الاقتصار على زاوية واحدة في التجديد وأحبة المشاهدين الواقع لا يصنع بالفكر وحده يعني لا بد من أن يتحول الفكر إلى برامج عملية لذلك كل فكرة وكل تجديد لا يمكن أن يتحول إلى برنامج عملي يصبح تجريدا مطلقا ويصبح مجرد تنظير وأفكار يعني عائمة في هذا المجال فهذه حقيقة يعني في هذه الحلقة ما تكلمنا فيه هي بعض المعوقات ليقاس عليها غيرها نتمنى أن تكون الساحة العلمية والفكرية شديدة يعني البصيرة بهذه المعوقات لكي تتجاوزها يعني بأسرع وقت وبأفضل حال نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من حوار التجديد ونحن نتحدث عن من هو المجدد ومن الذي يقوم بعملية التجديد فانتظرونا والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة